السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الثلاثاء 29 ثمانية آب أغسطس طبعا القمر انتقل واستقر في برج الدلو اليوم ورح يظل موجود في برج الدلو لغاية الساعة وحدة و 56 دقيقة من عصر يوم الأربعاء لينتقل بعدها لبرج الحوت واليوم برضو في عنا حدث عنا تراجع أورانوس اللي رح يتراجع لبداية العام القادم فعشان هي بتكوا تركزوا فيه شوي لأنه في معلومات جديدة رح أعطيكوا إياها القمر زي ما حكينا موجود في برج الدلو اليوم فعشان هي كل يوم مننشط وبنشعر أنه بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا يبيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من إنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو شراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا والتحركات الفلكية اليوم أول حدث رح يكون عندنا هو تراجع أورانوس طبعا كل سنة أورانوس بيتراجع مدة خمس شهور تقريبا التراجع هاي المرة يعني زي السنة الماضية بيبدأ في نهاية شهر ثمانية يعني اليوم رح يبدأ التراجع الساعة ثنتين وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش تراجعه بس رح يكون في برج الثور اللي هي أغلبه رح يكون بداية العشرية الثالثة وإلى غاية نصف العشرية الثانية اللي هو النصف الثاني من العشرية الثانية فعشان هي هدول الأشخاص اللي هم مولودين في هاي العشريات هم أكثر ناس بدهم ينتبهوا اللي هم تقريبا موليد أول شهر خمسة وحتى تقريبا 13 خمسة هذول أكثر الأشخاص اللي بدهم ينتبهوا من عملية التراجع طبعا عملية التراجع زي ما حكينا خمس شهور تقريبا بنتهي التراجع الساعة ستة وخمس وثلاثين دقيقة صباحا من يوم سبعة وعشرين واحد وزي ما حكينا هذا التراجع بيصير كل سنة مرة وبقعد خمس شهور تقريبا طبعا بالنسبة لأورانوس أورانوس معروف يعني هو له كوكب المفاجئات والتغييرات المفاجئة والثورات والتقنية والاكتشافات والإلكترونيات والكهربائيات بشكل عام الإلكترونيات بأنواع كوميوتر تلفون أشياء من هذا القبيل في فترة التراجع طبعا هاي أكثر الأشياء اللي احنا ذكرناها اللي هي المفاجئات والثورات والتقنية والأمور الأخرى هي اللي بتصير أكثر سلبية وبتصير ظاهرة وبتصير حادة وبتصير مفاجئة بشكل سلبي مش بشكل إيجابي بيزداد تمرد الأبناء ضد أهليهم أو مشاكل عائلية وبرضو تقلب الناس ضد المجتمع نوع من أنواع مطالبتهم بالحريات الغلط طبعا أو الاقتناع ببعض المبادئ الخاطئة جدا برضو ممكن تحدث انقلابات سياسية أو الناس حولينا بصيروا ما عندهم قدرة تحمل عالية فبصيروا عدوانيين الزيادة عن اللزوم بنشعر براغبه في تحطيم ما هو قادم أو قائم من قيم وعادات وتقاليد وأنظمة فتستبعدوش أنه يعني الأمور اللي العالم الغربي بحاول يروجلها بكثافة بالفترة هاي تظهر أكثر فأكثر بعض الأمور المزعجة جدا فترة التراجع بتضاء للإنجازات في مجال التقني أيضا وفترة يعني التراجع طبعا رح يكون المستهدف الأساسي في موليد برج الثور وموليد برج الدلو بشكل مباشر لأنه هو الدلو لأنه الكوكب الحاكم لا إلهم وبالنسبة للأشخاص اللي بدهم يسألوني طب ليش شو تأثيراته على جميع الأبراج هاي الكواكب البطيئة جدا هاي اللي في حركتها بطء كبير ما منشعر بالتأثيرات بشكل يومي يعني مش والله اليوم بلش يتراجع معناته كل الأبراج بتحس بعملية التراجع فورا ومنبلش مشاكل وطوش وأفراد وعائل لا ممكن هاي بلشت يعني التأثيرات من ثلاثة سبيع لأنه هو بيصل لمرحلة حركة البطء بعدين بيبلش يتراجع يعني بوقف فترة بعدين بيبلش يتراجع فعشان هيك هاي التأثيرات بدأت لو جيت وانتبهت وحواليك وبتلاقوا هاي الأمور اللي ذكرناها موجودة الآن هاي الأمور بتصير تزداد شوية شوية وبعدين بتنتهي شوية شوية فما بيشعروا الناس إلا بعد ما تنقضي يعني بعد ما يصير الحدث بنتبه أنه هذا الحدث أثر علينا بشكل سلبي أو لا فعشان هيك بس بتنتبهوا من النقاط اللي أنا حكيتها جميع الأبراج طبعا والله يصدر بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية راح تكون الساعة 10 و 56 دقيقة قبل الظهر أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية إذا بيتجهل التنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب بتزيد من ضعفنا ومن الفوضى والتقلب ومن برضو بيكون لنا رغبات ممكن تأدي فينا لخيبات أمل عاطفية راقبوا كلامكم وتصرفاتكم لأنه ممكن تأذوا فيها الآخرين بشكل كبير دون أن تشعروا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري وهاي الزاوية راح تكون ذروتها الساعة 13 و 10 دقائق عصرا بتوقيت جرينيتش يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا وفي الفترة هاي بيكثروا النصابين والمحتهلين أو اللي بيحاولوا يستدرجوك ويخسروك فلوس فانتبه من المغامرات المالية توصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطه اجتماعيا وبتسعده من لقاء الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة لأجواء داعمة وبتناسب العمل ضمن مجموعة بتخوض بمجالات عديدة ومتنوعة ممكن تنظم جدوى الأعمالك اليوم تحسب لضيق الوقت الأجواء جيدة فحاول تستغلها قبل يوم الأقرابي على أنه القمر رح يوصل لبيت متاعبك فلازم تنشط بأتمام الأعمال المهمة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص الي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين بإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة لا تشوهوا سمعتكم الظروف ضاغطة وممكن اليوم برضو يكون في عندك فرصة مهمة لازم تكون متيقظ ومنتبه لكل شيء عشان معني تقدر تستغل هاي الفرص وما تترك الطيش والسهو يتسببوا بأخطاء لا تغتفر برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات والبعيدة خصوصا أو تعامل مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك يبيج معكم بأحباكم ووسعكم اجتياز امتحان بعض موليد برج الجوزة ممكن يجيهم خبر من بعيد أو موضوع السفر أو توقيع عقد أو ترويج لموهبة أو اهتمامات أدبية أو علمية حاول إنك تكون جريء اليوم وما ترتبك في المواقف المهمة والصعبة حاول إنك تثبت طاقتك وجدارتك بالمواقع المتقدمة في انفراج كبير اليوم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتنهمكوا في أعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض مع هيك بتكون تخففوا من النفقات حاولوا ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة وصحيحوا الانطباعات عنكم وكونوا واثقين من نفسكم ومن كفائتكم وما تسمحوا لأي شخص بالتشكيك بقدراتكم ابتنشغلوا بملف إداري أو بعض المعاملات المالية أو مراجعة بنك مثلا برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بيتركز اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك يبيجمعكم بشركاء العمل والعاطفة هاي فترة تعتبر ضاغطة جدا يعني سيئة بمعنى آخر بتترافق مع تراجع الكواكب اللي موجودة حواليك فهنا بتعمل نوع من أنواع التهديد لاستقرارك أو لمزاجك حاذر من الفضائح أو من بعض الدسائس بتميل أفرض الرأي على الآخرين حاولوا إيجاد المخارج والحلول دون تشنج برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة رغم تراكم العمل إلا أنه عندكم قدرة على مواجهة مشاكلكم وإنجاز الكثير من آمالكم نظموا جدوى الغذاءكم واخذوا قصد كافي من الراحة بتلازمك الواجبات وبترافقك مشارع مشاعر مختلفة معظمها فيها نوع من أنواع القلق ولكن نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير أو تأخير وحاول أنك ما تهمل صحتك ولا واجباتك تجاه الأحبة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لممارسة نشاط فني وبتتحسن الأجواء وبترتفع المعنويات بشكل كبير فترة مناسبة للحوار والنقاش وتعتبر فيها كثير من المزايا الإيجابية بالنسبة لأيلك أهم شيء أنه ما تقف متفرج إذا لاحت الفرصة اسعى للمبادرة أجواء رومانسية ودافئة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول ضبط شؤونكم البيتية والعائلية وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة حاولوا أنك تحموا وضعكم الصحي من التقلبات والإنفعالات ممكن تهتم لأمر عقاري ما أهمش أنك تتجنب الإنفعال والتسرع في إلقاء اللوم على الآخرين مزاجك متقلب ومتجهم أيضاً فعشان يحاول شوي ترخي وبلاش عصبية ومشاكل اليوم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات واللقاءات وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وبتكثر التنقلات والزيارات وورشات العمل لحسن الحظ أنت بتتمتع بسرعة بديها عالية جداً ممكن هيك يعني شوي تفقد بعض يعني بعض موليد برج القوس يفقدوا أعصابهم أو سيطرتهم على إنفعالاتهم فلازم تضبط أعصابك تضطر لتقديم مساعدة لأحد الإخوة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً اليوم بيفتح لكم فرصة لمكسب هذا المكسب بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من أي خطوة مالية جديدة خففوا من النفقات ممكن تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية فعشان هيك حاول أنك تعمل بجدية نظم شؤونك المالية بشكل جيد وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً أنتم ممتلئون نشاط وحيوية وقادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها شعبيتكم في تصاعد بتكون مستعد للتحرك في كل الاتجاهات اليوم تسلط عليك الأضواء وعلى قدراتك وبتنطلق بحماسة وعزيم كبيرة فترة إيجابية ممكن ترغب في التغيير أو اقتحام مجال جديد أو بداية علاقة جديدة مع شخص مهم بالنسبة لك كمشروع أو شيء قادم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً بتشعروا بالتعب بسيطر عليكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وحاولوا أن تخلدوا للراحة بتسجل هاي الفترة نوع من أنواع الركود على جميع الأصعدي بنصحك بعدم المباشرة بالتنفيذ وتخلص من عادتك القديمة وإنشغل فقط بالمسائل الروتينية احذر من التأخير والخسائر والوعكات الصحية لأنه زي ما حكينا القمر في بيت المتاعب مزعج شوي لغاية ساعات عصر يوم الأربعة لتتحسن الأجواء هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء